شو منقول في اللغة الهولندية لما يعطينا حدا هدية؟ أو لما أنتو تعطوا حدا هدية؟ شو هي الكلمات اللي منستخدمها للتأكيد؟ أو النفي؟ وكيف منقول باللغة الهولندية؟ هو، هي، وأنت؟ ابقوا معنا ورح تعرفوا الأجوبة في خمس دقائق أنا بارت دباو، معلم اللغة الهولندية على الإنترنت وهاي الدورة رح تعلمكم الألف كلمة الأكثر شيوعاً في اللغة الهولندية وهي جزء من دورة على الإنترنت لتعلم الكلمات الهولندية الأساسية مع تمرين إضافية على learn.org حضرت أربعين درس في كل درس خمس وعشرين كلمة من الكلمات الهولندية الأكثر استخداماً وهاي النسخة العربية من الدورة بالتعاون مع راديو حنين أغاني اشتقنا لها ورح نشتقلها في الدرس الثاني رح نتعلم كيف نقول شكراً كيف نقول نعم ولا والضمائر الشخصية خلينا نبدأ وبطريقة رسمية أكثر من قول في هاي الكلمة شفنا يه ويه معناهم أنت يه ويه ضمائر ورح نحكي عنها في نهاية هذا الدرس في الكتابة غالباً رح نشوف اختصار كلمة للدلالة على من فضلك أحياناً بيقولها الناس بهاي الطريقة بيستخدم الهولنديين كلمة ألس يبليفت أو ألس توبليفت لما يطلبوا إشي زي العربي تماماً في كتير طرق لنقول شكراً الطريقة الغير رسمية أما الطريقة الرسمية منقول شفنا هون مرة تانية الضمائر الشخصية يه ويه واللي معناها أنت في طرق تانية لنقول شكراً مثل بدانكت أو ماين دانك الطريقة الأخيرة رسمية كتير ما رح تستخدمها لما يجيب لك حدا إشي تشربه بس ممكن تقولها لما يساعدك بشكل كبير ماين دانك ماين دانك يا يا ني ماين دانك تقريباً بل أنا ماين دانك تستعمل للتوكيد وهي عكس كلمة نيت مسخين 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 لينكس لينكس ركز رختز رختز لما نوصل مفترق طرق أكيد السؤال لمعلوماتكم تقدروا تحصلوا على كتابي الإلكتروني للكلمات مجاناً بتلاقوا فيه قوائم كلمات العشرين درس الأولى من الألف كلمة الأكثر شيوعاً في اللغة الهولندية تقدروا تطبعوه وتطووه زي كتاب بسهولة الكتاب وسيلة رائعة للتمرين بدون الإنترنت لما تزوروا موقعنا وتسجلوا ببعث لكم الرابط لتحميل الكتاب خلينا هلأ نكمل مع الضمائر الشخصية هاي بتعرفوها من الدرس الأول إك إك ياي ياي بتقدروا تستعملوا أي واحدة منهم ولكن استعملوا ياي إذا كنتوا بدكم تأكدوا مين المقصود هاي هاي زاي زاي وزاي إلها كمان شكل بدون تأكيد ز ز وهاي معناها نحن في في وفي إلها كمان شكل بدون تأكيد ملاحظة هاي الكلمة بتنكتب بنفس طريقة اللغة الإنجليزية ولكن منطقها بشكل مختلف تماماً ذ وأكيد هاي يلي يلي زاي زاي بدل زاي ممكن نقول ز ملاحظة تعلمنا قبل شوي إنه زاي وز هم لصيغة المؤنث المفرد وزاي ما شفنا هون كمان لصيغة الجمع بغض النظر عن الجنس نقدر نحدد الصيغة المقصودة من خلال تصريف الفعل وهذا اللي رح نعمله في الدرس الجاي بس خلينا نكمل أول ا ا ا ا ا ا هي الطريقة الرسمية تتذكروا أول شتوب ليفت ودانك اوفل نستخدم الطريقة الرسمية لما ما نكون نعرف الشخص وفي المواقف الرسمية والأكبار السن بس من عشرين سنة وجاي تغير الوضع عشان هيك ما تتفاجأوا لما يقولوا لكم ياي في محل تجاري ي تستخدم للمفرد والجمع وبالمناسبة إذا بعدتوا لي إيميل تقدر تستخدموا ياي ما في مشكلة صرنا نعرف بعض لأنه تعلمنا كيف نعرف عن حالنا في الدرس الماضي خلينا نعيدهم كمان مرة إجا وقت الواجبات المنزلية ادرسوا الكلمات وحلوا التمارين الموجودة على الموقع الإلكتروني وممكن بنفس الوقت تستمتعوا بأحلى البرامج والأغاني الأديمة والجديدة على راديو حنين وهيك منكون خلصنا درس اليوم إذا عجبكم اضغطوا على لايك وشاركوا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعية وشو رح أقولكم؟ تعلمتوها اليوم اشتركوا في قناة اليوتيوب لتشوفوا فيديو لتعلم اللغة الهولندية أسبوعيا بشوفكم في الدرس الجاي تو تسينس تو تلس دري اشتركوا في القناة